السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وكذوتنا وشفاعنا الرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مهما بلغت ذنوبك لسه الفرصة قدامك تعالوا نعرف بعد ما نصل على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم والله ثم والله مفيش أرحم من ربنا سبحانه تعالى قال جل وعلا ورحمتي وسعت كل شيء ورحمتي سبقت غضبي ورحمتي غلبت غضبي فالله هو الرحمن الرحيم الذي وسعت رحمته كل شيء وذنبك مهما كان فهو شيء ورحمة الله ستسع لا محالة بفضل الله سبحانه تعالى قال جل فعلا وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم أي أن الله عز وجل بفضل الله سبحانه تعالى ذو ستر على ذنوب من تاب من ذنوبي اللي بيتوب من الذنب ربنا بيسطر عليه بفضل الله سبحانه تعالى بل إن الإنسان لما بيعصر بنا الله عز وجل يسطره مرة واثنين وثلاثة فإن تماد العبد وأصر على الذنوب خل الله عز وجل بينه وبين الناس وهتك ستر هذا الإنسان لكن الأصل أن الله عز وجل هو الستير الذي يسطر علينا يبقى إن ربك ذو ستر على ذنوب من تاب من ذنوبه فلن يفضحه بها يوم القيامة ولن يعاقبه عليها لا في الدنيا ولا في الآخرة وهذه بشة عظيمة مهما كانت ذنوبك ومهما كانت ذنوبك ومهما كان مضينا جميعا مهما كان أسود في حرب الدين أو في حرب أهله أو في ارتكاب الذنوب والمعاصي يوم من توب ونرجع إلى الله ربنا هيقبل توبتنا ويغفر ذنوبنا بل ويبدل سيئتنا إلى حسنات بفضل الله سبحانه وتعالى قال ابن عباس رضي الله عنهما عن تلك الآية وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم قال هذه أرجى آية في كتاب الله جاء في البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لله عز وجل مئة رحمة أنزل رحمة واحدة في الدنيا يترحم بها الإنس والجن والطير والوحش حتى إن الدابة لترفع حافرها عن وليدها خشية أن تؤذيها فإذا كان يوم القيامة رفع الله الرحمة إلى مئة رحمة شو بديه؟ شو بقى تخيلوا بقى لما يوم الأيام يبقى فيه مئة رحمة ده الدنيا كلها مفاجر الرحمة وحدة يترحم بها الدنيا كلها فيما بينهم فما ظنكم لو رفعت الرحمة إلى مئة رحمة يوم القيامة بفضل الله سبحانه وتعالى ولذلك أذكر مثالين في غاية الروع والجمال المثال الأول سيدنا حكيم ابن حزام رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين سيدنا حكيم حبيبي كان من أقرب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام قدوا بالكم سيدنا حكيم تبقى عمته خديجة بنت خويلة زوج النبي صلى الله عليه وسلم وأم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها وكان من أحب الناس إلى قلب النبي صلى الله عليه وسلم فلما جاء الإسلام توقع الناس جميعا أن يكون أول من يسلم هو حكيم ابن حزام لكن يقدر ربنا أن حكيم ابن حزام يتأخر إسلامه إلى يوم فتح مكة تخيلوا يقعد حوالي عشرين سنة لم يسلم ده حكيم ابن حزام رضي الله عنه أرضا فتخيلوا بقى حضرتكم لما حكيم ابن حزام يفضل على الكفر ومحاربة النبي صلى الله عليه وسلم سنوات طويلة يوم فتح مكة بقى جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم من أجل أن يسلم وهو في قمة الخجل فوقف أمام النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا رسول الله أيغفر الله لي ما قد مضى قال يا حكيم أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله يعني يمحو ما قبله ومن الذنوب والآثام أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الهجرة تجب ما قبلها وأن الحج يجب ما قبله فقال يا رسول الله إني كنت أتحنث في الجاهلية يعني أعمل خيرات كتيرة جدا في الجاهلية فقال أسلمت على ما أسلفت من الخير يا حكيم كل اللي أنت عملته في الجاهلية ما تحسبش لأنك كنت كافر فلما أسلمت كل الخير اللي عملته قبل كده هيتحسب لك في الإسلام فقال له والله يا رسول الله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافها في نصرتك وظل حكيم بن حزام ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم إلى أن مات النبي صلى الله عليه وسلم وهو راض عن حكيم بن حزام وظل بعدهم حكيم بن حزام على الإيمان والتوحيد وعلى الكرم وعلى الخير الكثير فأول سنة ذهب إلى الحج فأخذ معه مئة جمل مئة ناقة ونحرها وأطعم منها فقراء الحرم في السنة اللي بعدها أخذ مئة شاة وذبحها وأطعم منها الفقراء وفي سنة الثالثة أخذ مئة عبد ووضع في رقابهم الخواتيم مكتوب عليها عتقاء من أجل الرحمن فقال يا رب اللهم إني أعتقت رقابهم ابتغاء وجهك وأنت أولى بالمسامحة فأعتق رقابتي من نار جهنم الله أكبر عاد حكيم بعد هذه الحجة ونام على فراش الموت وكان يقول أخشاك ربي وأحبك أخشاك ربي وأحبك وظل يكررها ثم نطق وقال أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله صلى الله عليه وسلم ومات حكيم ابن حزام رضي الله عنه وأرضاه المثال الثاني والجميل جدا عكرمة ابن أبي جهل عكرمة ابن من؟ ابن أبي جهل ابن عدو رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي حارب النبي أشد المحاربة ومات كافرا سبحان الله فلما كان في عام فتح مكة أمن النبي صلى الله عليه وسلم الناس جميعا إلا أربعة من الرجال ومرأتين لأن الستة دولة ارتكبوا جرائم حرب كبيرة ضد الإسلام وضد النبي صلى الله عليه وآله وسلم كم من ضمن الأربعة الذين أهضر النبي ودماءهم كان عكرمة ابن أبي جهل سبحان الله فلما علم عكرمة بذلك قال بس خلاص لا بقاء لي في مكة أهرب أحسن لي فذهب إلى شاطئ البحر قريبا من جدة ولقى مركب ركبة رايحين فين رايحين ببرد الفني قال لهم أروح معكم في أي مكان ركب معهم المركب مشيت توسطت البحر فجأة هاجت الأمواج وكادوا أن يغرقوا جميعا فقال ربان المركب ربان السفينة قال إن آلهتكم التي تنحطونها من الحجارة لا تنجيكم اليوم مما أنتم فيه وإنما الذي ينجيكم هو الله الذي في السماء فقال عكرمة والله لإن كان لا ينجينا إلا الله الذي في السماء فلله علي عهد إن أنجاني من هذا لأعودن ولأضعن يدي في يد محمد صلى الله عليه وسلم فلأجد أنه عفوا كريما في نفس اللحظة زكت المخلصة أم حكيم رضي الله عنها كانت أسلمت ووقفت بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم قالت له يا رسول الله سألتك بالله أن تعفو عن أكرمة ابن أبي جهل وأن تعطيه الأمان حتى يعود ويسلم بين يديك فإكراما من النبي صلى الله عليه وسلم لوفاء تلك الزوجة قال قد أمنته يا أم حكيم فاذهبي وقتي به فذهبت تسأل عنه قال له لها ده هرب مع طريق البحر فذهبت إلى الشاطئ في مشهد جميل ما يقدرش أكبر مخرب في العالم يعمله أكرمة ابن أبي جهل خلاص المركب بقى هدأت الأمواج والمركب رجع مرة تانية بعد أن أنجاه الله عز وجل وهي يرحل الشاطئ عشان تدور عليه هو بينزل من المركب لآهف وشه قالت أين كنت يا أكرمة فحكى لها اللي حصل فقالت والله لقد أعطاك النبي صلى الله عليه وسلم الأمان والله لترجعن لتجدنه عفوا كريما صلى الله عليه وآله وسلم فعاد أكرمة وجاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم ووقف أمامه في قمة الحياء وقال له نفس الكلمات لأله حكيم بن حزام قال له يا رسول الله لقد عاديتك كثيرا فهل يغفر الله لي ما قد مضى قال له يا أكرمة أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله وأن الحج يجب ما قبله وأن الهجرة يجب ما قبلها فقال له يا رسول الله والله ما وقفت موقفا في عداوتك إلا وقفت أضعافه في نصرتك وما أنفقت نفقة في عداوتك إلا أنفقت أضعافه في نصرتك وظل ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم محبا للنبي والنبي يحبه إلى أن مات النبي وهو راضي عنه صلى الله عليه وآله وسلم ظل أكرمة ملازما الخلفاء الراشدين يجاهد في سبيل الله إلى أن جاءت معركة اليرموك فدخل فلما وجد جرأة الكافرين على المسلمين قال سبحان الله كنا نقاتل النبي صلى الله عليه وسلم وكنا في كمة الشجاعة أفنجب أمام أعداء رسول الله وأمام أعداء الإسلام والله إن هذا لا يكون ثم وقف وقال من يبايع على الموت فبايعه ربعمية واحد من الصحابة والتابعين فظلوا يقاتلون حتى قتل كثير منهم وكان في أوائلهم أكرمة ابن أبي جهل رضي الله عنه وارضاه فنطق الشهادتين وفاضت روحه إلى بارئها رضي الله عنه وارضاه سبحان الله فالله عز وجل يفرح بتوبتك يفرح بعودتك إذا تبنى إلى الله الله يفرح بتوبتنا مع أن الله غني عننا يعني يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل واحد منكم ما زاد ذلك في ملك شيئا ولو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل واحد منكم ما نقص ذلك من ملك شيئا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيحين لله أفرح بتوبة عبده حين يتوب من أحدكم كان في أرض فلا ومعه دابته عليها طعام وشراب ومال وغزاء يعني واحد معه جمل وماش في صحراء الصحراء دي ما يعرفش يوصل لأي مكان إلا ومعه الجمل ده كسبب ربنا جعله ليه فالجمل ده عليه أكله وشربه ولبسه وغزاءه وماله يعني عليه حياته فانفلتت منه الدابة هربت منه سبحان الله فجلس في ظل الشجرة ينتظر الموت وبينما هو على تلك الحالة قال لك خلاص بدل ما أتعب نفسي واجري من وشمل أنا كده كده أنتظر الموت لأن أنا كده كده هموت فجلوسي أفضل من أن أتعب نفسي في الصحراء دي فجلس مكانه ثم اتجع فنام وبينما هو على تلك الحالة إذ وجد الدابة واقفة عند رأسه فأخذ بخطامها وقام من شدة الفرح قال اللهم أنت عبدي وأنا ربك قال النبي صلى الله عليه وسلم أخطأ الرجل من شدة الفرح شفتوا بقى الرجل لما لقى الدابة كان فرحان أديه فالنبي يقول صلى الله عليه وسلم فالله أفرح بتوبة عبده من هذا الرجل حينما وجد دبته سبحان الله يعني المولى عز وجل لا يحتاج إلينا بل نحن الذين نحتاج إليه ولذلك لابد أن نعلم أن الله عز وجل منك من رحمتي لا يفرح بتوبتنا في حسب ولا يغفر لنا في حسب بل يبدل سيئاتنا إلى حسنات قال جل وعلا سبحانه وتعالى إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم توبة نصوحا ترضيها عنا وأن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى بحبكم في الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته